أعلنت وزارة صحة وسكان تحديث برنامج متابعة النمو البدني ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنميا والسمنة والتقزم التحديث شمل بروتوكولات دعم صحة الأطفال بكابسولات فيتامين ألف الخاص بالنمو الصحي للطفل ليرتفع إلى تسع جرعات بدلا من جرعتين فقط ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية من جانبه أكد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريد وائل عبد الرازق توفر كابسولات فيتامين ألف للأطفال بالمجان في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية